أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن مشروع كيرو بايك الذي تنفرد به محافظة القاهرة يأتي متواكباً مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ كوب 27 جاء ذلك خلال تفقده نموذجاً لإحدى محطات الدراجات والتي سيتم تركيبها ونشرها بوسط المدينة وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية لتفعيل مشروع كيرو بايك وهو المشروع الذي سيدخل حيز تطبيق منتصف شهر يوليو القادم ويقوم على نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة